هي كارثة حقيقية ولا يمكن التعبير عنها ينضم إلينا من أسطنبول عمر كوش الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية سيد عمر أهلا بك على شاشرة الغد أبدأ معك من ما برز ربما خلال الساعات الماضية وهو فتح تحقيق من قبل سلطات تركية مع المقاولين يعني أريد أن أفهم من حضرتك طبيعة هذا التحقيق يعني الآن الحقيقة بدأت ربما مرحلة أو بداية مرحلة طبعا الثانية بعد عمليات البحث والإنقاذ وطبعا التداعيات يعني المرحلة الجديدة هي يعني أن حجم الكارثة كان كبير جدا وطبعا عدد الأبنية التي تهدمت بالفعل هي كبير جدا وطبعا أي مواطن كان يتساءل لماذا بعض الأبنية صمدت وبعضها لم يصمد بل بالعكس يعني هناك أبنية حديثة الحقيقة أنهارت كليا الأمر الذي فتحته ساؤلات أن هناك إذن عدم تقيد بالشروط اللازمة للبناء سواء من حيث كمية المواد أو كمية التسليح بالحديد أو سواها وبالتالي الصابع أشارت إلى وجود فساد وهذا الفساد طبعا استدعى الحقيقة أن تقوم السلطات خاصة أنها طبعا فرضت حالة الطوارئ في هذه المناطق المنكوبة بملاحقة الذين يعني يتهمون بخاصة المقاولين يتهمون بأنهم طبعا أخلوا بشروط البناء وبالتالي يعني سرقوا ما سرقوا من المواد والأمر الذي أدى أن أبنيتهم لم تكن صالحة ولم تكن مستعدة لمواجهة أي كارثة أو أي زلزال من هذا النوع طيب ماذا على الصعيد الآخر والاتهامات التي وجهت للسلطات التركية بالتقصير وهنا أتحدث عن الساعات الأولى لهذا الزلزال من تقديم المساعدة إلى المناطق الجنوبية التركية هل فتح تحقيق في ذلك أيضا؟ نعم هناك الحقيقة يعني اتهامات مثل ما تفضلت من بعض الأوساط خاصة في أوساط المعارضة أن استجابة الحكومة التركية لم تكن بالمستوى المطلوب أو كانت بطيئة نحو عن ما وهنا الحديث عن الحقيقة أن طبعا أن الفرق الإنقاذ والبحث انحصرت فقط في مؤسسة التوارث والكوارث التركية المحدودة للإمكانيات كما اتضح وأيضا في عدد قليل من الأفراد الجيش بالمقارنة مع الزلزال 1999 كان عدد أفراد الجيش كبير الحقيقة الذين ساهموا في عملية الإنقاذ بينما كان محدودا وبالتالي المعارضة فتحت هذا الملف وأقر الرئيس أردوغن نفسه الحقيقة بوجود بعض التقصير لكن أيضا لا ننسى أن الأمر كان مفاجئا بمعنى في الساعات الأولى لم يكن أحد يتوقع ولكن سيد عمر استمعنا ربما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تداول الأتراك وجود فارق ما بين تعامل السلطات مع زلزال 1999 وهذا الزلزال سواء من قبل السلطات التركية أو من قبل المؤسسة العسكرية لماذا برأيكم؟ يعني هنا الحقيقة القوة الزلزال كما قلت لم تكن متوقعة بهذه الشدة وبهذه المساحة والامتدان يعني الأمر مختلف بالتسعة وتسعين لم يضرب منطقة على امتداد خمسمائة كيلومتر يعني هنا تحدث من البحر المتوسط وصولا إلى الشرق إلى ديار بكر وغيرها وبالتالي منطقة ممتدة وأيضا عدد المدن التي أصابها كبير جدا وأيضا هناك طبعا أمر ربما يعني بيروقراطي أو إداري أن الجيش في العام تسعة وتسعين كان يتصرف بدون الرجوع إلى القيادة السياسية خاصة في حالة حدوث كوارث من هذا النوع بينما طبعا تغيرت القوانين وأصبح طبعا المؤسسة العسكرية خاضع لمؤسسة الحكم والرئاسة وبالتالي يعني لا يستطيع أن يبادر إلا إذا تقوامر وهذا طبعا ما تأخذه المعارضة الحقيقة على النظام الرئاسي والذي تقول أننا يجب أن نعود إلى ما سابق إلى النظام البرلماني وفق برنامجها الانتخابي إذن الحقيقة الملفات ستفتح وهذا بالفعل من المرحلة الأوروب إذا انتهت ستبدأ مرحلة ثانية وخاصة أن البلاد الحقيقة مقبلة على مرحل انتخابات مبكرة الانتخابات بالضبط يعني الرئيس التركي رجل طيب أردغان قال أو ناشد المعارضة بعدم تسييس هذه الأزمة لصالح حملات انتخابية الكل الحقيقة يعني هنا طبعا ينادي بعدم التسييس لأن الأولوية لللحمة الوطنية وللتعامل معها كذا كالثة كبيرة جدا أصابت يعني تقريبا حياة ما يقارب الأربعة عشر مليون إنسان يعني في تركيا طبعا فضلا عن الملايين في سوريا وبالتالي يعني السياسة الحقيقة تدخل في كل شيء يعني المساعدات مسيسة والتعامل مع طبعا الكالثة مسيس ولاحزنا أن مثلا شمال السوري تركا ولم يعني تقوم أي دولة بطبعا إرسال إلا بعد أيام ربما حوالي الأسبوع السياسة هنا في تركيا الحقيقة كل شيء مسيس يعني لا نستطيع أن نقول أنها الكارثة وتداعياتها وأرهاصاتها لن تكون مسيسة بالعكس تماما أنا في اعتقادي منذ ساعات الأولى انخراط كل قادة الأحزاب بما في حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة في التعامل مع التداعيات هو بحد ذاته يعني كل طرف يريد أن يجير تعامل هذا التعامل مع الحدث لصالح حزبه ولا صالح جدته الانتقابية الكلام ينطبق على المعارضة وعلى المولاة أيضا من نفس الوقت أشكرك شكرا جزيلا لك سيد عمر كوش الباحث في أشان التركي والعلاقات الدولية كنت معنا من اسطنبول شكرا